صفقات كثيرة السنة دي أربع صفقات في بداية السيزن في بداية السيزن بدأ بأربع صفقات هنبدأ على طول من حصاد لعبة كرة اليد والرجال وزهبيت بطولة النخبة الصيفية موليد 2007-2010 عبد الرحمن أحمد وأحمد رامي وأحمد رادي وعمر كستيلو وعبد الرحمن حمايد وعبد الرحمن حمايد ياسر سيف يتواجون مع منتخب الشباب ببورنزيد بطولة العالم في أسبانيا عملوا مع منتخب بص يعني حاجة جميلة وقدروا فعلا يجيبوا برونزية العالم للشباب أربع لعبين كمان الناد الأهلي دايما هو بيفرخ للمنتخب مصر لعبين أربع لعبين عبد الرحمن حمايد ياسر سيف وعمر عطية ومبهاب سعيد كمان بيتواجون بالمديلية الدهبية في مقدونيا بطولة العالم في مقدونيا البركز الأول إنجاز كبير جدا بيضاف فيه الناد الأهلي وهو عبد الرحمن حمايد حارس مارم الناد الأهلي بيحصد جائزة أحسن حارس في العالم في بطولة العالم في مقدونيا بكده الناد الأهلي صفقاته صفقات اللاعبين السنادي في الناد الأهلي عبد العزيز إيهاب وسيف هاني اسكندر زايد لسه آخر صفقة أحمد جمال ومحمد جمال وأحمد عادل وباهر البدروي ست صفقات داخل الناد الأهلي السنادي فيه كرة اليد أربعة فريق أول واتنين في الفرق عفر خمسة في فريق الأول ولعيم في بوليد الفين بكده كرة اليد لسه معاها بطولات لسه عندها دوري لسه عندها بطولة أفريقيا وهي الأهم بالنسبة لي لعبين في المرحلة اللي جاية لأن بطولة الدوري شوية فيها كلام لكن إن شاء الله ممكن الأمور تختلف وبإذن الله لسه عندهم كاس باس ربنا يوفاهم بإذن الله كرة اليد هنسيب كرة اليد رجال ونروح لكرة اليد سيدات والفوز ببطولات كثيرة جدا سيدات كرة اليد دايما معاودين على المكسب سيدات كرة اليد كاس بطولة النخبة موليد 2007 2008 2009 وكاس بطولة الجمهورية الصيفية 2007 2009 فضي بطولة منطقة القاهرة بعد الخسارة أمام الشمس السنة دي حصل ده من شهر سبعة خسرنا لسه قريب جدا هذه البطولة سباعي الأهلي سبع لعبات بيتوجود مع متخب النشآت ببطولة أفريقيا في النيجر ياسمين شمس وصارة ياسر سلم ياسر روان سعيد من نطول الله سيد رحمة محمد وهنا نشين بكده زي ما احنا شايفين ان لعبة كرة اليد في السيدات ماشيون كويس لكن الرجال لسه ما أسعدوش الجماهير لكن ان شاء الله السنة الجديدة والصفقات اللي دخلت واسكندر زين ولسه الصفقات تتوالى بإذن الله نتابع لهم التوفيق لكن فريق كرة اليد دي لاب كبير جدا من البطولات عشان الناس تبقى عارفة عايز أحكي حاجة سريعة عن كرة دي وانا لعيب دي حاجة مهمة جدا لازم الناس تعرفها ولازم الناس تعرف الحقيقة من سنة التسعين لسنة الفين النادي الأهلي متزعم كرة اليد دوري وكاس وكل حاجة لكن من تسعين لألفين لو تفتكروا كويس جدا نرجع للتاريخ الورا كان دولاب بطولات منتخب مصر هو المفتوح وكان منتخب مصر كان التوجيه ليه كل اللاعبين كان سبعة تمن لعبين من النادي الأهلي داخل منتخب مصر في الوقت ده ما كانش النادي الأهلي بيسافر بطولات أفريقيا بأمر من الاتحاد المصري اللي كنت أنا لعيب وعارف فالكلام واضح كنا لو سافرنا بطولات أفريقيا كنا بنكسب لو كان ده حصل وكان النادي الأهلي كان عنده فرصة أعتقد كان الأمور تغيرت لأن في الآخر الأرقام بتتكلم لكن الحقيقة لازم تكون موجودة لأن الحقيقة من تسعين لألفين وهو ده التاريخي للدهب لمنتخب مصر هو ده اللي حصل اللي حصل ده إن كل لعيبة وقت توجه لمتخب مصر لكن لو كان النادي الأهلي مشتارك في بطولات أفريقيا اللي كان دوري أو كاس كان أعتقد كان النادي الأهلي التاريخ كان هيعد عشر بطولات في هذه السنين وكان فرق الموضوع في الأرقام لكن إن شاء الله في المرحلة اللي جاي رجالة كرة اليد هيكونوا عند المعاد وهيفرق الموضوع هيختلف ويزيد الحقيقة لازم تتقال لكن في الآخر فريق كرة تدى إنجازات كثيرة جدا على الصعيد المحلي والأفريقي والعرب